كتاب أحمد العمل بالسياسة هو قراءات قراءات للواقع وقراءات للمنتج وللمنجز وما يجل يعني لماذا القصور في القراءات السياسية للقوى السياسية اللي موجودة الآن أن التظاهرات كل ما يمضي عليها الزمن كل ما تصبح معتقة أكثر وتصبح أكثر قوة وراسخة وأقوى تأثيرا وراسخة ومعدم قراءة شوف هو كل الآن حتى اللي كان عندهم مغرور واللي يتعامل بعنجهية حتى الدولة الجارة يعني إيران كانت تتعامل الحقيقة بس تصغار مع الشعب العراقي وكثير من مسؤوليهم اللي كان محترموا حتى المسؤولين ذول اللي ما كونه الشعب العراقي قام يسميهم ذيول كثير منهم الحقيقة الآن بدأ يراجع نفسه نتيجة البطولة اللي يثبتها الشعب العراقي هو مو بس عدم قراءة أستاذ هو مرات يجيك من باب يقول لك وين الضمانات تارة يقول لك الشعب العراقي من يقول متفق على أستاذ نجم الربعي هذه ذريعة تارة يقول لك من يقول لك اكون ضمان القوة السياسية راح تمشي هاي ذريعة مصحيح انت اليوم اذا عرفت قيمة شعبك وقوة الاصرار مال الشعب والتضحيات اللي قدمت حطها في هذه الكفة الباقي يصبحوا أقزام فشي سوي انت تيجي لما نقول احنا الريد شخص عراقي وطني ولاء العراق شوف محدد المسائل ما عند انتماء سياسي سابق ما داخل بالأحزاب ما داخل بالعمل صعب هذا الني مو حزورة واضحة تيجي تحط هاي يسقطن النقاط تختار تقول يا شعب العراقي الشعب كل يعرف من نجم ومن أحمد ومن حسين ومن حسن ترى كل الشعب يعرف اليوم وواضح الامور عنده عنده سيفي ما لكل الناس راح يجي قول يا ابو انا اختاريت هذا لمرحلة الانتقالية واني كرأة الجمهورية كلفته اذا مجلس النيابي ما يمرره الشعب عطم المجلس النيابي اليوم سيد نجم من هو مجلس النيابي ما احترامنا لهم دقيقتي لها الشباب ما كوا هذي صيحة وحدة بالتحرير يمر اكبر واحد لذلك هاية مذرعة هاية هي اللحظة التاريخي هذا الطريق الاول سيد نجم الطريق الثاني الحقيقة هو امن الكبير بالقوات المسلحة العراقية ان تحسم حالة الفوضى في البلاد مو حالة الفوضى الشعبية هذه حالة الشعب منضبط الى ابعد الحدود يتلقى الرصاص لحد هذا اليوم يتلقى الرصاص بقلوب عامرة بالإيمان بالله وبالعراق مثل ما حصل اليوم بساعة التارير وفي الناصرية وفي النجر اليوم عندنا جرح نعم لا شهيد عندنا وشهيد وعندنا حالات خطف لناشط مدني فاذا الفوضى العفو من ان تأتي تأتي من الطرف الآخر من الميليشيات المفلتة من الأحزاب الخايفة على مصالحها صناعة الفوضى نعم واستخدامها واستثمارها الضباط الكبار في الجيش العراقي ترى هاي محاسبة تاريخية كما سوف يحاسب الضباط الذين سقطت على أيديهم الموصل ترى هاي أخت هاي لانه الجيش يدافع عن الوطن والمواطنين وبالتالي لما تشوف عصابات يعني جهات عصبوية تقتل بابناء العراق أكثر وصلنا لألف شهيد استاذ نجمو 25 ألف جريح 5000 بهم معوق يعني هم قريب فارق الحياة زي انه هاي جهات عصبوية تعرفها أنت بالاسم لا تقول لي معروفهم ميليشيا الفلانية المنتابعة والمنطقة الفلانية منوا بيها ترى واحد واحد هم قاعدوا قبل أسبوعين اجتمعوا وقرروا يا في المناطق مقسمة عندما تقتل في هذه المنطقة معروف معروف أنه من الجهة المسيطرة على وحتى الشخص اللي نفذ في هذه المنطقة يعني تقول حي العامل رأسي نقول لك أبو فلان أبو فلان فهذا مسميات غريبة بصراحة أقول لك يا فهذولا قتل معروفين لكن كانوا محميين تارى بالمقدس اللي حاطين نفسهم واللي تهاوى تارى محميين بالقانون للأسف تارى يقول لك أنا بالحج الشعبي أنت بقدر تحاجشيني أنا دافعت عن العراق وشنو علاقة الحشد بهاي الممارسات الحشد راح قدم بطولات ضد داعش حشد بطولات ضد داعش بطولات تاريخية أصلا